اهلا بكم ما يحصل في العراق ومدى تأثر لبنان بتداعياته موضوع رئيسي في صحف بيروت هذا الصباح اضافة طبعا للموضيع السياسية الاخرى لعل ابرزها استحقاق رئاسة الجمهورية مع مرور اكثر من 20 يوم على مرور المهلة الدستورية الانتخابة وايضا قلية العمل داخل مجلس الوزراء كلها موضيع سانقشها مع ضيف اليوم المحامي الاستاذ حسان رفاعي عضو المكتب السياسي بطيار المستقبل سباح الخير اهلا وسهلا بك من جديد برحب فيك رح نبدأ الحلق مباشرة بمنشات جريدة الجمهورية التي جاء اليوم على الشكل التالي لبنان في خريطة تعش هل لبنان فعلا بخطر بان يكون بخريطة تعش وبالتالي الاستقرار الذي ينعم به لبنانيون ولو هاش محدد سيدتي منطقة الشرق الاوسط هي منطقة ارترابات منذ زمن بعيد منذ زرع الكيان الاسرائيلي السهيوني في هذه المنطقة نهيك عن انه العرب للأسف كمان تكثر الخلافات فيما بينهم اه تارة بتشجيع من الخارج ولكن حتما بعلة في نفوسه اه ان يكون لبنان اه في خطر داعش او فيه لبنان في خطر اه دائم اه ولكن الحل يكون بان يعمل ابناء هذا الوطن على تحصين الوطن يعني عوضا ان نسترسل في شرح خطر داعش على كل المنطقة وعلى لبنان نبدأ في تحصين لبنان من داعش ومن سوى داعش لانه اليوم داعش في الماضي كان شيء اخر وقبل كان امور اخرى يعني من الوجود الفلسطيني الذي اختلفنا عليه الى الاحتلال السوري او الوصاية السورية لحتى ما يزعل الازلام سورية اللي بعض الموجودين في لبنان كان فيه دائما زواهر بتترك خطر اضافة الى علة كبيرة كمان في نفوس اللبنانيين ما انك اشرت للموضوع الدستوري بحب انتقل لقلو او الموضوع السياسي قبل ما احنا انتقل لقلو يمكن كمان استنتجت من كلامك انه تحسين لبنان يكون انطلاءا من الموضوع السياسي سيدتي تحسين لبنان يكون قبل النصوص بالنفوس والنفوس وفي الرجال يعني لا ارفض ان يقال ان لبنان لديه ازمة نظام كما يحلل البعض تكرار وسنأتي على ذكر ذلك بالتفصيل لاحقا في ازمة رجال رجال وسيدات نعم مسؤولين عن الحياة العامة في هذا الوطن رجال وسيدات يفسرون الامور ويشرحونها على هواهم يعني هون بصير قراءة الدستور استنسابية استنسابية بس خليني بس خلص الموضوع ربطا بمسألة داعش الاجهزة العسكرية والامنية بالساعات الـ 48 الاخيرة اتخذت اجراءات استثنائية مثل مقالة جريدة السفير ربطا بمعطيات عن احتمال قيام خلايا نائمة تابعة لكتائب عبدالله عزام بلبنان بأعمال امنية قد تعيد الى الاثهان سورا سوداء بالطبع التوافق السياسي او الغطاء السياسي بهذه الحالة ايضا مطلوب ممن فينا نرجع شوية لورا انه نحن على قليل من ثلاث سنوات ما احسننا التصرف في موضوع السورة في سوريا نعم كما انه انقسمنا حينما حدثت امور واحداث نهر البارد واصبح تجازب وتهم متبادلة في حين انه مصدر هذا الارهاب وهذا التطرف معروف المصدر كل هذه الحركات تأتينا عبر الحدود مع سوريا فاذا وعدنا بشار الاسد فترة من الفترات بان تخرب المنطقة ولبنان تحديدا ووفى بوعده وهو عمل على ذلك نعم كما كان يعمل والده في الماضي ولكن بطريقة قد تكون مختلفة أو يعني تعتبر ان ما يجري في العراق اسسه النظام السوري؟ حتما له دور به وماذا عن ايران؟ ودور فاعل هل ننسى كل ما مر عبر الحدود وهل ننسى ما قال المالك ذات يوم في ان التفجيرات التي تحصل في الداخل هي مصدرها سوريا والتدخل السوري ثم عاد عن ذلك لان ايران دخلت على الخط وهناك حلف لذلك لا اريد ان هل بتوافق من اعتبر ان ما يجري في العراق اليوم هو انتقام من المالكي انتقام من السطوة الايرانية بمكان ما سيدتي هناك اكتر من القراءة في هذا الموضوع نعم انما الملفت حتما الذي لا يحتاج الى قراءات هو سرعة الانهيار الذي حصل في هذه المناطق هل ذلك المقصود من ذلك هو شد عصب وتقوية المالكي الذي بعد خروجه من الانتخابات ظهر انه مازال ضعيفا على الارض هل ما قاله احد مشايخ العشائر البارحة بان الحركة كانت قائمة وهناك منزج داعش فيها لخربطة الاجواء سترين الايام ذلك انما ما اتمناه رجوه من السياسيين اللبنانيين ومن واطنين اللبنانيين عامة ان ننظر بعض الشيء الى انفسنا لانه من الان فصاعدا سيفتح موضوع داعش وامكانية دخولهم كما فتحت مواضيع في السابق نعم ولكن افضل ما نفعله هو كما افضلت من هذا ولكن هذا لا يقتضي عمل الاجهزة امنية على مدة يومين انه اخذوا اجراءات سريعة ولكن يجب المضي في ذلك بالسياسي ايضا اميل خوري بالنهار اليوم بيسأل هل الخوف من الارهاب قد يعجل باقامة جبهة تضم الاضداد من اصدقاء واعداء لمحاربة هذا الارهاب قبل ان يضربهم واحدا واحدا يعني بهل معنى بيستذكر يذكر ما قاله كاري عندما كان في ربنان لجهة مراشدة حزب الله التدخل او المساعدة بحل الازمة في سوريا هل ممكن يتحالف الحزب وواشنطن بمكان ما نظرا لتقاطع مصالحهم بمواجهة الارهاب حتما نحن نعرف انه دخول الامريكي الى العراق مرة من تحت انف الملالي في ايران وكان مرحبا به حينما ترطعت المصالح نعم ولذلك لا شيء يمنع هل اشارة كاري تضعها في هذا الاطار او منشدته ليس بالضرورة لا اريد ان ابني نظريات على انما حتما لذلك يجب ان يبقى تحت المراقبة والمتابعة كان مكتوبة نعم النظام الايران نعم انما ارفض كلبناني ان يكون اي تعاون او اي تنصير على حساب مصلحة بلدي واستقرار بلدي بمعنى هل بدروني يكون على حساب؟ لا ادوار لا ادوار مميزة لأي شكل من الاشكال لحزب الله اتعاون مع الامريكي او لم يتعاون تعاون مع هذا الامريكي الذي ينعتني بالتعامل وبالعمالة له منذ زمن كما يفعل وكان يفعل النظام السوري وما زال بان يتهم غيره بالعمالة يدعي الممانعة وهو ابعد شيء عن الممانعة وهو لم يستمر حتى تاريخه في موقعه الا لما فيه من تقاطع خطوط بينه وبين الاسرائيل اليوم اليوم اسعد بشارة بالجمهورية ربط يلي اللي عم بيسير بالعراق اليوم يعني قال من محاولة تغيير الوقائع بالعراق الى اغتيال رفيق الحريري في لبنان الى ارتكاب مجزرة القرن بحق الشعب السوري المنطقة كلها تكون قد خطط بسرعة الضوء نحو حرب مذهبية لا نهاية لها بتشوف الأمور خلينا نعود بعض الشيء بالذكرة الى احداث ايلول الالفين وواحد في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة كتب الكثير في حينه لكي يقول انه هذا الاعتداء الاتي من المسلمين الاتي من العرب يرد عليه باغراق المنطقة بحروب تبتدئ ولا تنتهي حروب طائفية وحروب مذهبية نعم تضعف كل هذا هذا يريح حتما اسرائيل وهذا فيه شيء كبير من الانتقام من من ارسل به التهمة وكأن من نفذ ايلول الالفين واحد وكل هذا العالم المسلم وكل وكل العرب كل هذا العالم المسلم السني اذا قد تكون ادق نعم نعم وبالتالي كان سنيا ام شيعيا لحتى ما يكون عم باخد طرف بهذا الموضوع بدي يكون واعي ومتبصر الفكرة هي ان تكون حروب تبتدئ ولا تنتهي لا اغلب فئة على اخرى الا مرحليا كي يستمر هذا الانهاج نعم يعني من اجل ذلك بقول اسعد بشارة بلبنان التفاهم البارد بين حزب الله وطير المستقبل سيكون مرشحا للتطوير اكثر فاكثر لان اي خلل قد يسيب هذا التطبيع الان يعني الكرة هنا اليوم بملعب طيار المستقبل وحزب الله على حد انسوا الكرة بملعب اللبنانيين عامة هلأ منحكي على رئاسة جنهورية بمن يعطل ويختلق الحجاج الكرة حتما ان تمكن حزب الله بمعزل عن ايران من العودة الى الكراءة في الواقع اللبناني ومحاولة بناء وطن تتساوى فيه المواطنون هل بالامكان ذلك بحسب تأديره بيقدر حزب الله يتصرف بمعزل عن ايران ارى ذلك من الصعوبة بما كان نظرا الارتباط بين حزب الله وايران ارتباط عضوي ولكن لاعتبارات معينة قد تلجأ الولايات المتحدة قد تلجأ ايران بضمن تسويات ما الى محاولة الحفاظ على نفوذ معين وتواجد معين لقاء تبريد الاجواء ولو مرحلية لماذا هذا الامر لا ينسحب على الاستحقاءات يعني فيه توافق على تبريد الاجواء بس ما فيه توافق على اتمام الامور يلي من شأنها تبريد الاجواء حصل ذلك حتى الان بجملة امور بالحكومة بالحكومة وبالبيان الوزاري وبالثقة وبالتعينات ليش ما كمل الاستحقاء الرئاسي محتمل هذا يعني مفصل كبير مضيف الى ذلك انه يعني الحكومة الحكومة تتألف من مجموعة اشخاص والحكومة تبرح حكومة اما رئاسة الجمهورية وهنا يظهر مدى اهمية المركز خلافها من لما يريد ان يدعيه البعض بان طائف سلب رئاسة الجمهورية وسلب المسيحيين دورهم الفاعل في الحياة السياسية اللبنانية اذا لكي حول الدخول في التفصيل هناك دور مهم لرئاسة الجمهورية وبما انه رئيس الجمهورية هو شخص واحد وبالتالي يصبح التنافر والتسابق على اشغال المركز بين اللبنانيين وعملية التعطيل المتبادل بدأ التعطيل ونبهنا لذلك منذ سنوات وسنوات انا وسواي بالتلفزة وبسوى ذلك من الكتابات وغيره المطلوب الحضور الى المجلس النيابي هذه المادة التي ترعى موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية والنصاب لم تتغير من ما قبل الطائف الى ما بعد الطائف بقية هي عينها وبالتالي نسأل اكان بوسع وكان حق كما اراد البعض ان يدون في بكركيا حينما حصل اتفاق اني احتفظ لدوري لنفسي بحق تعطيل النصاب او عدم الحضور الرئيس على اعتبار انه هالامر يكفل الدستور عكس ذلك كليا رئيس الجمهورية ولا انوصل لنقطة مهمة جدا رئيس جمهورية سليمان فرنجين رئيس الراحل سليمان فرنجين ما كان وصل هو وصل مش بصوت هو وصل بنص صوت لانه المطلوب كل ما فاقت تسعة واربعين ونص من الاصوات نص تسعة وتسعين ونص وبالتالي اخذ خمسين صوت ما اخذ خمسين ونص ولا واحد وخمسين هالفئة يلي خسرت وكان فيه منافسة اوية ما بتحضر الى المجلس النيابي قبل ما تكون الى حد ما ضمنت نتيجة ما نتيجة نعم خلينا نقول من هذا الطرف او ذاك الطرف بما انه كانت الامور متقاربة نينيتهم منهم مجبورين كانوا يروحوا بمعركة تحسن داخل المجلس فاذا ما حدا يجي يخبرنا اطلاقا انه هذا حق لقليه يتبجح بهذا الموضوع حسنا فعل هذا الاسبوع الاستاذ نبيل بومنصف حينما قال انه كان كله ينلعب تحت السقف من السياسيين وفوق الزنار انما اليوم فكل الضربات الممنوعة يلي بتسيء للجمهورية اللبنانية ولشيغل المركز الرئاسي وللموارن تحديدا وللمسيحيين في الشرق ابطالة لبنانيين ما بدي يقول مسيحيين بس مسيحيين بالاخص يعني هون عم تستشد بمعال الاستاذ نبيل بومنصف يلي بنفس المعال يلي صرخة مهمة جدا نعم يتحدث عن حنين الى الماروني السياسي الماروني السياسي سيدتي انا فيما يعود للي لحقل الشهر الصغير انا ميال لانه طفح الكيل ان نسمع ان الطائف سلب المسيحي صلاحيات المسيحي واعطاها ربما لرئيس الحكومة المسلم السني هذا امامنا الدستور ومين من كان فيه يطلع عليه بالدستور ما بعد الطائف اللي اعطى كل الصلاحيات من بريد البعض يصور لرئيس الحكومة وعمل منه مادة وحيدة هي المادة 49 تتكلم عن صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الحكومة وهي اذا لا فرقنا في تفاصيل عفوا 49 هي عن رئيس جمهوري لا 64 عن رئيس الحكومة نرى تماما مجلس الوزراء 64 رئيس مجلس الوزراء المادة 64 انه صلاحياته محدوذة انما ما حصل في الطائف وعمل نصلح هون للأسف للكلام الذي اوردته الصحف في بداية الاسبوع انه الوزيرة الصلح نعم ما انا كتبدي اوصل لهذا الموضوع في مين الظاهر للأسف يعني انه بيستغرب انه يكون ورد على قالت ان الطائف يلي جيء به لحل المشكلة اصبح هو المشكلة حيث اخلى بالتوازن باضعاف المسيحيين حتى تفرقوا شيعا واختلفوا على المصير يعني اذا كان من اهل السياسي ومن اهل البيت عم بيتم هذا الكلام وكيف عم تقولي من اهل البيت ست ليلة حتماً فوق كل الطواقف بما انه كانت هونيتي وعم بت ما بدنا انه حتى يكون الا انت بنت رياض الصلح ليش عم تقولي هذا الكلام اذا كان هذا الكلام صحيح انما هذا الكلام غير صحيح ما حصلت الطائف نعم هو انه اه كل اه مطالب اللبنانيين عامة والسنة خاصة كانت نحو مزيد من العدالة المساواة التي تتجسد بامران اولاً الاستشارات المرزمة ولا اعتقد بعد تجربة حكومة الرئيس الحافز وحكومة الزابط الكبير الزعيم نور الدين الرفاعي انه في وارد رئاسات الجمهورية وشاغل منصب الرئاسة ان يستمر في تعيين رئيس حكومة على هواه دون مراعاة اكترية النيابية فاذا هذا كان مطلباً اول والمطلب الثاني كان ادخال الاعراف في الدستور ولا شيء سوى ذلك شاهدي على الامر هنا بتوقفوا استاذ رفاعي بس دقيقة عند انه ما فيه بالطائف اي بند بتعلق بيه رئيس مجلس الوزراء بيحط له حدود بالنسبة لتشكيل الحكومة وبيقولوا انه هذا الامر وكأن بيد الطائفة اللي بتشغل هذا المنصب هي العصمة في البلد لا حقلك هون انا منيح اللي سألتيني بس كتب سنة 76 الرئيس الراحل سليمان فرنجي وهذا منيح لانه بتصور ما بقى فيه حدا يجي يشكك بيه مارونيتو ولا مسيحيتو ولا لبنانيتو لا الرئيس سليمان فرنجي بيقول بالوسيئة الدستورية نعم ويتمتع وتمتع رئيس الوزراء بجميع الصلاحيات التي يمارسها عرفا يعني اعطاه ذلك ثم عاد وكرر الامر بشكل مفصل سنة 85 حينما كان خارج الرئاسة نعم بيقول ان الوثيقة الدستورية على بعد تاريخها تبقى حاوية جزور الحل والوفاق الاصليين ويدخل في التفصيل وبيقول رأس السلطة الاجرائية رئيس الجمهورية خلافا لما اراد البعض ان يصور ولكن عمليا بقي رئيس الجمهورية في هذا الدستور في دستور الطائف هو رئيس السلطة الاجرائية وهذه الصفحة التي كنت معلمها وشفناها 49 العنوان الكبير السلطة الاجرائية اولا رئيس الجمهورية فاذا هو جزء منه وفي الانظمة الديمقراطية البرلمانية دائما يكون رئيس الجمهورية وخاصة على الطريقة الفرنسية رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية هو حتما غير مسؤول في هذا النظام الجمهوري البرلماني ولكن يحاسب عن طريق محاسبة الوزراء نعم اذا في هذا الدستور في 17 مادة تتكلم عن صلاحيات رئيس الجمهورية نعم لذلك التركيز اليوم وعم نشوف الارباكة اللي حاصل بغياب رئيس الجمهورية وبشغور هذا الموقع ولكن لماذا يتم في مادة وحدة بتتكلم عن الله لكنت عم بقوله وعم بستعرضه لحتى نكمل أفكارنا انه هذا ما كتب الرئيس فرانجي وقال انه بإدخال الأعراف وقال بتعيين رئيس الجمهورية يعني نحن كنا قدرنا حلينا أمورنا منذ سنة 76 في لبنان طائف ما غير هالأمور إلا أنه أرض السوري هون من إلا للستليلة أنه أرض السوري عليها أن تتهم من تشاء أرض السوري الأمريكي السعودي اللبناني إلى خيره أرض السوري لكي يقبل بأن تنتهي أو الحرب في لبنان نعم كيف حصل ذلك كيف أرض السوري بإدخال مفاهيم كان قد نص عليها الاتفاق السلاسي اللعين إيام حبيق بري جنبلات أي اتفاق الميليشيات وهون كان بقى الدور السوري كبير وكبير جدا بأن ضرب السلطة التنفيذية كيف جرى ذلك في الطائف خلينا قبل ما تتوسع لأنه مضطرة أخذ بريك بعد دقيقتين إذا سجواب لا أصير أصير يلا أهل من دقيقتين أدخل بسلطة الإجرائية عوض أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قادرين إلى حد ما يتصرفوا أعطى أكثر من حصاني للوزير بشكل أنه عطل عمل بأن نصة أنه خلافاً لما كتبه وسائب سلام أنه كل وزير بده يعتط وقعه قبل لا لا قال له ما في اجتماعات لمجلس وزراء إلا بحضور التلتين يعني سمح للتلت أنه ما يحضر ويعطل فإذا تلت زائد واحد كما حصل بقسة شهود الزور قالوا لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لكم صلاحية وضع لك يا رئيس الحكومة يبدأ جدول الأعمال ولكن إذا ما بتحط على أول بند شهود الزور نحنا ما محضر نطاير الحكومة كما إجا قال فيه خرارات عديدة بدأ أكثرية التلتين كمان لذلك ما عادتصار فيه تعيينات ما لم نتوافق هون مندخل لشو بدعة الديمقراطية التوافقية نعم عم تنقل من فكرة لفكرة بشكل ما عم تخلين نفوت بمواد الحلقة كمان رح ناخد بريك ونرجع منكمل هالفكرة ونرجع لسيء الحلقة لحظات ونعود نعود لمتابعة هذا الحديث مع المحامل أستاذ حسان رفاع قبل فاصل سألتك سؤال ما جوابتني عليه بخصوص صلاحيات رئيس مجلس الوزراء أنه منا محدودة بمكان ولا بزمان وهالأمر بيجعله يتحكم بالبلد لا حاجيوا بيك وتكوني بإذن الله رضياني أنت والمشاهد كنت عم بعمل شرح كيف ضربة السلطة التنفيذية للتأثير على قرارها من الخارج من كبال السوري وبالإمكان اليوم بسهولة تصحيح هذا الموضوع الاستشارات هي ملزمة يأتي رئيس الحكومة يبدأ محاولات تشكيل الحكومة ويعرض التشكيل على الرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية بحكم كونه يملك توقيعا يوسعي أن يعترض على التشكيلة برمتها أو على أسماء في هذه التشكيلة أتى من يقول أن الطائف فرض أن تكون التشكيلة الوزارية تراعي الأحجام النيابية وأن لا يوزر أحدهم إلا ما تسأل وأن لا يكون الوزراء إلا من السياسيين وليس من التكنوكرار وأن لا تكون الحكومة إلا من 14 وزيرا حد أدنى لكي تتمثل كل الطوائف وزادوا وزادوا في الشروحات حينما يكون رئيس الحكومة المتلهف إلى الإطلاع بحكومته يتأخر أن يبقى معلقا أنسب أو أن يأخذ الثقة ويبدأ في العمل ويبدأ وتعد أوليته فإذا التعطيل ليس من شاغل المركز وليس من الطائفة وليس من التعطيل هو من يفرد من من يفرد شروطا على رئيس الحكومة وبالتالي إن أتى رئيس حكومة بأغلبية معينة سمته أكثرية معينة سمته يوسع هذه الأكثرية أن توقع عريضة ترفعه إلى رئيس الجمهورية وأن تعبر بأكثرية معينة 65 صوتا أن هذا الرئيس الذي سميناه منذ شهر لم يعد صالحا لتشكيل هذه الحكومة عندها يبادر رئيس الجمهورية إلى استشارات أخرى ويعين بهذا الأمر بهذا الأمر من أعطاه من سماه سماه بإلى إلى وقالها بيعد أربع سنين على الحالة هايدي إذا بدك بيعد أكثر من رئيس جمهورية حتماً حتماً رئيس جمهورية وقتل بقوله في 65 بطلوا مقتنعين فيك بس ما في ثغرة أنه بالدستور أنه تحدد مد معينة يعني أنون إذا نرفع لرئيس جمهورية وما وقعه بمرور فترة زمنية معينة بيسر سيدتي يعني هون لألك شو ما في أي مانع وميبحث هذا الموضوع في الطائف بتقسير المهلة نعم حينها بوسع رئيس الجمهورية من جهة أن يعرقل تشكيل إن امتنع عن التوقيع وطلب تعديلات وبوسع النواب كمان أو الكتل أن تصعب شروطها فيذهب ونأتي بآخر نعم وهذا الآخر وقد تكون نبط الأكثرية زادت أو قلت فإذن الحل ليس هنا الحل في أن يقدم رئيس الحكومة ويجعل للمجلس النيابي يعني أن يمارس المجلس النيابي صلاحيته بأن يعطي السقة أو يحجب السقة في شيء ما احتيناه بعد على هالطاولي إنه فيه فريق يفعل الميثاقية يستعمل الميثاقية مثل ما بيقول الأستاذ نبيل قديش هالكلام حلو هل ظن أحدهم واهما أن الغرغرة بالميثاقية يعني كيف ما هيدا بيقل لك الميثاقية يعني أنا بدي أبحث اليوم قبل ما إيجي على التلفزيون هل التلفزيون مستقبل ميثاقية أم لا مين أصحابه مجلس إدارة الموظفين كيف يتقسمه بالمطعم إذا وحد راح العشي كيف ولاده ولاده المدرسة اللي تبعطي هل هو تلحي يعني بهالمعنى أم مقصود سيدتي هاي دي ما قلنا لك نحن في أزمة رجال نعم لو نرجع لشو كاتب ميشيل شيحة بال43 وشو آيل عن هذا الموضوع قال ما الضرر أن يمثلني أن يمثلني درزيهم نعم في مرة واحدة ويمثل كل اللبنانيين ويمشي البلد إن كان هذا وبيقول لرجال الدين ولللبنانيين إنك ماشت ميزانا إن ورت أنت زين باستمرار في كل فشخة وفي كل لحظة التوازن الطائفي فأنت حتماً ذاهب إلى خراب البلاد وهو ما يحصل وهو ما يحصل وحتى بيقول حتى بيقول وياريت معنا وقت إن أرالي كنت ترجم لك ميشيل شيحة مش مين ما كان إنه مال ضاير في حال شكلت حكومة وغابة عن تشكيلها ثلاثة مذاهب من الطوائف ثلاثة مذاهب إن كانت حكومة تقوم بخدمة المواطن شرط بيقول أن يكون التمثيل في المجلس النيابي تأمن عبر احترام نعم هلأ بدي أرجع لوقاعنا اللبنانية اليوم من نهار بتقول أنه بانكيمون كان عنده مبادرة حياة لبنان لتحريك الانتخابات الرئاسية ولكن تطورات العراق أوقفت هذه المبادرة مبادرة أديش بتشوف أنه بعد في هامش لبناني بهذا الاستحقاق أم هو فعلا بحاجة لمبادرات من نوع مبادرة بنكيمون الهامش لبناني لازم يبقى كبير وكبير جدا بعده موجود بعد 25 أيار سيدتي سيدتي بحاجة لبناني بشارك أنا بقول لهم شاركوا شو ما كانت النتيجة لما دعون ناطر الرئيس الحريري حتى لو أنا بدي أقول لك أنا كمواطن منيح لني لا بالمستقبل ولني بالتيارة الوطني ناطر أنه هذا الكلام هل يعقل من الرئيس الحريري عم يبعد كل كتلته عم يكون حاضرة حتى الرئيس بري لكي لا يسمى عليه في يوم من الأيام أنه غاب عن هذا الاستحقاق نعم فهو باستمرار يرسل نوابه أجمعين 13 عم يكونوا حاضرين ما سمحوا له بذلك هو خطأ للأسف فيه يقول هون أو تساهل من 14 أذار حينما قبلت خلافاً ل بنصاب التلتين بنصاب التلتين في الدورة الثانية أقله يعني الدورة الأولى فهمنا ذلك شو كم يقدروا يعملوا قوة 14 أذار بهال لحظة صغيرة هل لي الرئيس بري هل لي رئيس المجلس أين كان أن يفسر الدستور وفقاً لأي صلاحية هاي عم بتصير الأمور استاذ رفاعمة هون المشكلة يعني شوفي كل ما بتعترض على نقطة تعتبر مس بصلاحيات هلا أنت عم تجي هون عم نحتي على الرجال منيح كان قالك اللعب كله تحت السقف نعم يا ستي البعض عم بريد لحن قلت لا هاي لحتى أن نقص الموضوع أنه المشكلة بالطائف عم بيصوره أنا بحب بذكر كل اللي أنه أنا اسمي حسان حسن الرفاعي ووالدي كان في الطائف والوحيد الذي امتنع من ونبه منه إنما إنما لنكون واضحين اليوم العلي مش بما أشار لإله وتخوف منه حسن الرفاعي في تلك الفترة العلي هو من يتجاوز النصوص ولا يحترمه وبالتالي الدواء بيكون عنها احترام النصوص لا لا الاحترام النصوص تمني أنا اللي بعد حدا بدي يقول لي أنه الطائف أخذ وسلب وقادر إشرح هذا الموضوع في عندي حل واحد جوابا على المتالة العودة إلى دستور 43 كل مسيحي ماروني يسمع هذا الموضوع العودة إلى دستور 43 كما كان يعني دستور الطائف أنشأ المجلس دستوري ما بكون مجلس دستوري شيلوه عمل نواب ستة بستة حوضا ما يكونوا خمسة بستة بكون ترجعوا يا ستة فالعلمان أنه هذا الأمر غير منطقي الاستشارات ملزمة هل هي فضاعة أن يحتلوا الرئيس الجمهورية الأكثرية النيابية لا فإذا تبقى ادخال الأعراف لا العلي وين علي احنا حطينا في الوزير وبيقولها البعض أنه الوزير ما بيمضي ورئيس الجمهورية ملزم يمضي لا رئيس الجمهورية معه هذه المهلة إنما الوزير ما معه ولا مهلة وإنه تمنع نلجأ إلى إقالة الوزير مش الوزير لحتى نغيره بدنا التلتين وتلت الوزراء زياد واحد تلت الوزراء زياد واحد بتايره رئيس الحكومة هيدا السورة اللي حطه هيدا هي الأعراف الجديدة نحن هذا الموضوع يا بند واحد فكرة وحدي إنه ترجع النصاب هو نصاب أول شيء لازم الكل يحضر وإذا حتينا هو نصب زياد واحد هل الموضوع عم ب هل الموضوع عم بيمبحث بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر لأنه كان فيه لقاءات حسب علمك هلأ في شيء في شيء ملح أكتر ليش بنا نبحث ونحن مع التيار الوطني الحر لأنه عم بنا نبحث هذه النقاط الدستورية تعني كل اللبنانيين نعم هن لأنه عم بيرجزوا عليها وفترة من الفترات للأسف من 2005 تم الاستياض عليها تم تسعير الخلافات الطائفية قبل لتبرير التحالف مع حزب الله شيطننا المستقبل وكل شيء طرف سني هل ننسى أحداث شباط 2006 على على التبريس تعرفي مين مسهل هذا الموضوع كان وقته مفتي خارج عن إرادة قاعدته هلأ هون يوصلنا رجال على مشكلة المفتي وطيار المستقبل ولقطة يتصيّد عليها العماد عون وفريقه أنه شوفوا شو عملوا لحتى نبرر الاتفاق اللي حصل في الكنيسة ماري مخايل أنا عم بدي أرجع بدي أرجع أسيز حسان إنما فضلي يعني هون كمان فتحت موضوع الخلاف بين طيار المستقبل والمفتي تفاعل مؤخرا تفاوض عون الحريري بحسب نقول نصيف هو اللي عم بقى أجل الاستحقاء الرئاسي لأنه الرئيس الحريري يرغب يعني لا يرغب بالأحرى بقطع المفاوضات رغم عدم إحراز تقدم ملموس وجد بغي الدفع الاستحقاء بمسار مختلف إذا كان العماد عون يريد من الرئيس الحريري إيصاله إلى القصر الجمهوري رئيس الحريري ماذا يريد من العماد عون الكاتب المقال لو أنه باقي عم يكتب بالنهار كان يمكن كتب الفكرة بغير شي إنما مع كل الاحترام للشخص خذ معيني شو بل نفترض سوء النية عن تيار المستقبل والرئيس الحريري شو بده رئيس الحريري من العماد عون بدنا لو فرضنا أنه عم بضيع له وقته وعم بضيعه وقت اللبناني بجاوب الاستاذ نقوله وكل اللي بيدعو بحاملين هذه الفكرة الرئيس الحريري عم بروع الانتخابات نهار الانتخاب في انتخاب نعم ما في مفاوضات المفاوضات بتصير بعدين مش كلمة يعني تصوري أنه وقت الانتخابات الفرنسية توقف الانتخابات الفرنسية وبيفوق حزبان يتفوضوا مع بعضهم لا هو بيقول يعني هو بيقول أنه العماد عون لا يقرب استنفاد المهل ولا يوحي بتوقع يعني عم بحمل اثنين مسؤولية بس أنا اخترت المقطع المتعلق من الرئيس الحريري حسراً لا أسألك الرئيس الحريري ماذا يريد من العماد عون شو بدو منه يعني هيك حسب قراءتك سيدة في إن إن ابتعد السياسيين عن بعضهم فحيقولوا اللبنانيين إنه مش عم بردوا عن بعض والخطر متل ما قلنا داهم ممكن نحكي مين قال إنه ما لازم يكون فيه خواسم مشتركة هل ننسى إنه بالألفين وخمسة كان شباب المستقبل كانوا متفقين على تسعة وتسعين كانوا متفقين على أمور عديدة يعني هلأ كمان نفس الوضع ما في مانع ما في مانع إنه يصير فيه رواسم مشتركة على قانون انتخاب على موازنة على سلسلة رتب ما المشكلة إنه بترجع الأمور لنقطة السفر عند كل محصر عم نطرح الموضوع تحت مين عطل الانتخابات شو ما كان فيه بالبحث أكان إيجابياً سلبياً لإضاعة الوقت للصالح الوطني لأمور كبيرة لمع قبل الانتخاب الرئاسي أو ما بعد ذلك يوم الانتخاب نذهب إلى الانتخاب لا نعطل الانتخاب لأنه عم نشل الجمهورية عم نيجي منقول من بره بيتدخل وما من بره بيتدخل ليش ما بيعطي الرئيس الحريري جواب حاسم للعماد عون يعني هلأ اليوم جريدة الجمهورية قالت إنه العماد عون سيتوجه إلى باريز للقاء الرئيس الحريري والحوار سيستأنف علنا للمرة الألف لحكو في جواب بس للمرة الألف وقت لي راح تفكروا أنه يعطي جواب علني هل ممكن إيه تذكرت لأنه العماد عون طارح حاله مرشح التوافقي وتوفيقي خيرا بده إنه المستقبل يتوافق معه ومع حليفه حزب الله ومع إمتن ديجة السؤول وينسى حلفاء التوافقي مع الكلا التوافقي ليه يعني إنه هايدي هرم المتلت الأضلع اللي إنه فيه حزب الله من ناحي وفيه تيار المستقبل والتيار وطن الحر والباقي العالم كيف الحكي هذا يعني هن الأساس يمكن يعتبر وكل طرف يختز الحلفاء هايدي هون القصة اللي عم نحتي على كيف احترام الخوانين والرجال وهاي لو بتشوفي ميشيل شيحة شو بيحتي بيقولك أحسن آنون بيتحججوا أنه الأمرار الأنون بيكون مش ميح بس غالبا قيمة الفانون من قيمة الأشخاص اللي بي بنفسه بعد الفاصل شو هي السوربريز اللي رح يطلع فيها العماد عون الجمعة الجاية خاصة إذا ألتقى الرئيس الحريري لا في حكي عن اقتراح لانتخاب رئيس من الشعب أداش وارد هذا الأمر بعد الفاصل نعود لمتابعة هذا الحديث مع المحامي الأستاذ حسن رفاعي اليوم رولة إبراهيم بجريدة الأخبار بتقول أنه العماد عون وضع خطة بي تعتمد على نقطتين أساسيتين ساغها على الرابار رابية كما وصفتهما الوزير السابق جريساتي ودولة الرئيس الفرزلي بيقولوا فيه النظام اللبناني ليس نظاما رئاسيا ولا برلمانيا وهو نظام حائر بين الاثنين أما الدستور اللبناني ما بيشبه أي من دستير العالم وبالتالي مصدر سلطة الطائفة وليس الأفراد وبرأي الوزير السابق الوقت أكثر من مثال اليوم لتثبيت هوية النظام وتحويله للنظام الرئاسي وذلك يفضي حتما أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب وهذا الموضوع كنبلة سيفجرها العماد عون للثالثة المقبل شو تعليق هل بالآخر ممكن يكون فيه لجوء لانتخاب من الشعب هي صحيح قموا لي لتفجير الوطن نحن اليوم بدنا نقطر انتخابات الرئاسي بهذا الجو اللي بلشنا فيه الحلقة والجو الإقليمي لحتى يطلعوا علينا بهذه الأفكار أنه نظام لبنان لا يشبه لا بلى نظام لبنان نظام برلوماني بتقوله المؤدم الدستور هو جمهوري ديمقراطي برلوماني والجمهوري ديمقراطي برلوماني مش صنيعة لبنانية هاي يعني بالجامعات اللبنانية اليسوعية هون شو بيدرسوا بقول له عناصر الشبه رائعني مع جمهوري ديمقراطي برلوماني أتى الطائف وهون كانت معارضة حسن الرفاحة أنه بدأت تطور بتسلم لأصحاب الاختصاص الكتابي إنما حينما تكون في نية ما خبيسة بتلغيم النص ما بتسلمه للقانونيين بتسلمه لمين لسياسيين وسط ظهر الأيام كيف صار أنا لتقيت نواب كثر من من كانوا في الطائف وما زالوا أحياء وشي منهم رشح يعمل رئيس جمهوري وشي بوحكينا فبيقلي في أشياء ما كان فينا نغيرها في أشياء كانت تحت المدفع في أشياء إنما كل يأت كان مطلب المسلمين ادخال الأعراق بيسدد السور يعني اللي طالب فينا الرئيس سليمانة فرنجية الماروني بال76 ورجع كررهم بال85 هن واللي حكيون المرحوب صائب سلام بال89 حينما رأى تونس هيدول هن الطبخة اللبنانية إنما التركيب السوري اللي عم بيعتمدوا عليها اتنان ومش عايب نقول إنه إن كان دولة الرئيس الفرزلي ولا الوزير جرالي ساطي هن جماعة سورية في لبنان شفت كيف ما عمل ماشي غلط وأفكارها ماشي انكلون إنه هلأ بين القانون الأرتودكسي من هون وبين هذه النظرية هلأ إنه بدي جيب هل بتعرفي إنه معناتها حينما يكون رئيس الجمهوري من الشعب إذا بقينا نكمل شو ما عقول يطلع معنا كل النظام تغير هل نحن في وارد تغيير النظام يعني اليوم كمان هكي مساء بكل المواضيع بتتعلق هيدا بدي يعني كونفيدة ريالية وهيدا بدي يعني شو اسمه واصف عواضة اليوم بالسفير بيقول الأزمة علقانة يعني صلبة يصعب على عنق الزجاجة استيعابة والزجاجة دستور فيه الخلل والإبهام ولابد من كسرها لتستقيم الأمور يعني بيعتبر إنه الدستور مشرع على الاجتهاد والتقسير يعني كله عم بيدور حول نفس المشكلة لحتى نفوت بهذا المؤتمر التأسيسي جوابي أنا بسيط أي واحد بده يطرح تعديلات من هالنوعية هاي الجواب العودي إلى دستورة 43 لأنه على قليلة دستورة 43 نعم ما بتصور مثلا يعني منبلش نسحب شوي شوي أول شي المسيحيين بدون يسمحوننا بقى ما هيك ما بقى فيه مجالة الخلاف ما بقى فيه أنا أسمع من عند من أي مزيحة أو من التيار الوطني الحر إنه إجاد طائف لأنه صار بالسعودية ولأنه فيه رفيق الحريري وإلى آخر وسلبلنا حقوقنا وزر العودي إلى 43 أو التقدم إلى الأمام لا ست مرحل يقول أنا حتى هو وقت بتفوتي بإنه إيه بيقود هاي وما بيقود هاي شو بيكون النتيجة بيكون النتيجة إنه في مين بيدخل على الخط ليصطاد في الماء العكر نعم عم نطرحها كفكرة ما قبيل هذه من الأفكار معقول تنطرح بالمرحلة يستطيع هلأ بالوقت الحاضر هلأ حتما لا إنما هذا الموضوع في حال رأو أمي بساعتها حتى بنت رياض الصلح شو بتكيف كمان بترتاح إنه عدنا للدستور لمشي عليه والدها عايام اسدلال المساء الوطني كمان الشهير وبنرجع له هذه الموضوع لحتى منظلنا متهمين ونحن فرجيناك فيه مادة وحيدة تحكي عن صلاحيات هذا الرجل سؤال صغير فيك تقولي لي شغلي اليوم إذا نوى رئيس الحكومة تمام بيرك سلام نعم قلني يقول له لصديقه وصديقه من أيام والده كمان معالي الوزير الاستاذ محمد المشنوق قلني لسبب ما اسمح لي هلأ بدنا نغير بد نشيلك من الوزارة إذا الاستاذ محمد ما استقال تجاوبا معه هل فيه حدا يغيره شي إذا كان فيه عنده مشكلة في الوزارة في أداءه أو في موقف معين بده الثلتان نعم بده الثلتان هل فيه كان الرئيس سليمان يقدر يمون على مروان شرب معالي اللي يقول له بدي يجيب فلان أو فلان لش أنت بتذكري وقت شرب النحاس مين جيب وزير مش العونية هل كان فيه لو ما استقال تحت الضغط والضغط والضغط شرب النحاس إنه حدا يشيله هل معقولة إنه فيه فريق مثل هلأ فريق الفوتبول إنه فيه عندي لاعب بدي يقول له طلع له حتى ننزل غيره بيقول له لا أنا ما منزل بدك تسأل تلتاني تلتاني وافق وبهل موضوع ممكن تسمنا لختم هذا الحديث نستعنفه نستعنفه شكرا لك أستاذ حسن رفع شكرا للمشاهدين إلى اللقاء اشتركوا في القناة